اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات في بداية الحلقة الماضية تحدثنا عن سبب وجود صلبان ومينورة ونار مقدسة زرادشية في العملات التي تعود لعصر الأموي قبل عبد الملك بن مروان ثم رأينا تطور تعريب العملات الساسانية البيزنطية بتدريج وبعد أكثر من نصف قرن على هذا الحال فجأة ظهرت عملات تحمل عبارات قرآنية بسيطة كمثل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وتساءلنا عن عبارة قل هو لماذا لا توجد على هذا الدينار الأموي رغم وجود مجال كافي لتكملة الآية الأولى من صورة الإخلاص ظهرت عبارة محمد رسول الله قبل عبد الملك بن مروان بفترة لكن لماذا لم تظهر آيات قرآنية أخرى في عهده كلمة محمد موجودة في القرآن أربع مرات آل عمران 144 الأحزاب 40 محمد 2 وأخيرا الفتح 29 ولكن لماذا لم تقدم أي آية قرآنية ذكر فيها اسم محمد لماذا غاب اسم أحمد كما هو موجود في صورة الصف الآية 6 كلمة إسلام لا توجد في أي عملة أو مخطوطة أو نقش يعود لذلك العصر رغم ذكرها في صورة آل عمران الآية 85 أسئلة محيرة تريد جواباً شافياً كافياً للرد عليها نعود للتغيير المفاجئ في العملات عبد الملك بن مروان من صور وعمود الألام إلى آيات ناقصة تحتاج لتعديل بعد هذا التغيير غابت الرموز والصور في العملات العربية إلى عهد قريب وهذا التغيير لا يمكن تفسيره إلا بما يسمى بالإيكونوكلاز ومعناه تدمير الأيقونات والصور وتحريمها بموجب صفر التثنية الإصحاح 5 لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالاً منحوطاً صورة ماء مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض فرغم سمرارية هذه الحرب ضد الصور والرسوم والتماثيل بعد خلافة عبد الملك بن مروان إلا أنها سمرت بخجل في قصور بني أمية وأماكن استجمام بعض الخلفاء كقصر الخليفة هشام بن عبد الملك في أريحة وقصر عمراء للخليفة الوليد بن يزيد بالأردن المليء كذلك هو الآخر بنصوم الحيوانات والبشر لكن الرسم والنحط أخذ طريقاً آخراً بالتحول إلى الزخرفة والنقوش وهكذا ولد فن الزخرفة الإسلامي الخالي من التجسيد والتجسيم وآخر صورة بشرية وجدت في بعض قصور بني العباس كقصر الصمراء تعود لفترة 220 و279 هجرية وهذه الصورة موجودة الآن في المتحف البريطاني بلندن رغم العداوة التي كانت بين الأباطرة البيزنطيين والخلفاء الأمويين إلا أن هذه الظاهرة انتقلت إلى بيزنطا وأقصد بها الإيكونوكلازم وأصبحت واقعاً في عهد الإمبراطور ليو الثالث الذي حكم بين 717 و741 وأصدر هذا الإمبراطور أمراً لمنع توقير وتقديس الأيقونات الدينية خاصة ما بين سنة 726 و729 مما جعل رجال الدين يطورون عليه ويتمرض معظم الرعية على هذا الأمر في الجزء الغربي من الأمبراطورية وتكرر هذا الأمر أي عملية الإيكونوكلازم عدة مرات كما حصل في زيوريخ سنة 1524 ميلادية لكن هذا التدمير لم تعرفه البلدان المحكومة من الأمويين عند وبعد بداية الأمر سنة 796 من التحول المفاجئ في العملات خلاصة القول في هذه الأبحاث هو وجود عقيدة نصرانية عند الأمويين منذ خلافة معاوية وللتذكير فقط فإنه صلى معاوية في الجرجتة مكان صلب المسيح يوم تتويجه ملكا على العرب كما رأينا في الحولية المارونية وإلى عهد عبد الملك ابن مروان وجود عملات تظهر الخليفة عبد الملك وهو يقدم ولاية العهد لابنه على عمود الآلام ستاوروس وبالتالي لا مفر من اعتراف بنصرانية خلافة عبد الملك عبد الملك ابن مروان سنة 996 وبعدها دخلنا في مرحلة جديدة من التحول تحول الفكري والعقائدي نجد في قصر هشام بن عبد الملك نجمة داود السوداسية أو ما تسمى بخاتم سليمان ووجود تمتالين لمرأتين عاريتين صدر وعلامة الولادة الحديثة كما تفضل الأستاذ الفنان تشكيل المغربي فوزي صابر حيث استنتج أنهن يشيرن إلى قصة المرأتين المتخاصمتين على رضيع أمام الملك سليمان بن داود في صفر الملوك الأولى لإصحاح ثلاثة وتمتال الخليفة يشير للملك سليمان نفسه لتوسطه المرأتين التي يظهر عليهن علامات الإنجاب الحديث ويقف أي الملك سليمان على أسدين كرمز لعرشه في صفر الملوك الأولى لإصحاح عشر وهذه النظرية عززها الأستاذ فوزي بصور جدرانية أو جداريات أخرى على قصر عمرة للخليفة الوليد بن اليزيد كصورة المرأة التي تمسكه بالطرف ثوبها وكأنها تريد عبور بركة ماء أمام الخليفة وهو على عرشه وكأننا أمام قصة دخول الملكة بلقيس على الملك سليمان بن داود فرغم أنها نظرية جديدة في تحليل رمزية خلافة بني أمية إلا أنها تقف على أرضية صلبة وبالتالي وجود التأثير اليهودي بقوة في الفن الأموي يعزز فرضية التحول الفكري العقائدي من النصرانية إلى تغلغل العقيدة اليهودية في عقيدة خلفاء بني أمية بعد عبد الملك بن أماروان مما يفسر بناء هذا الملك وهو عبد الملك بن أماروان لقبة الصخرة على أرض هيكل سليمان بالقدس وكأنه يعيد بناءه لقدوم المسيح المنتظر وبالتالي لا غرابة في وجود آيات بالخط الكوفي على جدران القبة قبة الصخرة كلها تتحدث عن المسيح ولتكملة الموضوع نلقاكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة